ايه يا زمان الشكلة بق لما الواحد يتطلع في الهوية يتذكر انه عمره 42 سنة ويتطلع في شهاداته ويكتشف انه صار له 19 سنة بيشتغل بحس حاله كبير صاح لم اعتقد في يوم من الايام انه رح اقف هذا الموقف و اقول لك انه في مهارات تمريضية انقرضت او كادت ان شاء الله قبل من اتقاعد رح نشوف كل مستشفيات الوطن العربي خالية من هاي المهارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف وهاي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فاذا عجبك الموضوع هند واشنك البس الجلاوس جيب الماسك والحقني التمريض وعلوم الرعاية الصحية بشكل عام تتطور كل يوم فايش طبيعي انه تكون انت متعود على اسلوب معين او سكلز معينة تتركها بمرور وقت لانه طلع اشي احدث منها او اكتشفوا انها ما بتنفع او في بديل اسهل او ارخص او بفيد المريض اكثر في هذا الفيديو رح نذكر عدد من المهارات التمريضية اللي كانت ماشية من حوالي 100 او 150 سنة من يوم ما انشئت مهنة التمريض وبعضها انقرض وبعضها يكاد ينقرض عشان تعرف انه انت بنعمة لو سألت واحد عمره 50 سنة فما فوق حاليا رح اقول لك زمان كانت السرنجات والكانيولات وحتى علب البول يرجع ويغلوها ويستعملوها تخيل انت الكانيولا كانت حديد مش بلاستيك ولا مطاط وتنحط في ايد الواحد بالثلاث والاربع تيام ولما ينعمل له خروج تنحط 20 ثاني على لهب النار تتعاقم وترجع تركب لواحد ثاني تخيل انه سرنجة سرنجة واحدة تعطي فيها دولة كل القسم بس تمسح طرف الابرة بشوية سبيرتو او تحطها على لهب النار خمس ثاني وتسحب الدولة البعدية وتعطي المريض اللي بعدية حتى علب البول كانوا لما يعطوا العينة للمختبر يرجعوا ويغسلوها ويعقموها وينضفوها بسبيرتو ويرجعوا يعبوها هذا الكلام كله قبل ما يكتشفوا البلاستيك ويستعملوا في صناعة السرنجات وعلب البول وصير الموضوع اسهل تكلفة واحدة جديدة كل مرة ارخص بكثير من انك تعالج مريض اجال تهاب لانك تستعمل نفس الغرض للميت واحد تسجيل كل اشي على الورق الدكومنتيشن في التمريض اشي مهم لكن زمان كان يتم على ملفات ورقية حاليا كل يوم بتزيد عدد المستشفيات اللي بتعتمد على الكمبيوتر في تسجيل كل اشي زمان قبل اكثر من مئة سنة كانت المستشفيات بتستعمل الدكومنتيشن بطريقة عجيبة اول ما بلش الدكومنتيشن في اواخر القرن التاسع عشر كان يكتبوه برصاص وكانت الممرضة واجب عليها وظيفيا تبري هذا القلم كل شفت عشان الدكتور يعرفه فهي شو كاتبة فيما بعد اتعودوا انه الشفت الاي او الصباحي بيكتب باللون الاسود والبي او بعد الظهر بيكتب بالاخضر والسي اللي هو النايت بيكتب بالاحمر عشان مجرد ما تفتح الملف تعرف انه هذا الكلام كتبوه بالليل ولا بالنهار فيما بعد تم ادخال الكمبيوتر الى الخدمة الصحية وحاليا تتناقص كل يوم عدد المستشفات التي تعتمد على الورق في ملفات المرضى رقم ثلاث استعمال شريط البول لقياس السكر زمان قبل ما يختروا جهاز قياس السكر كان فيه اشي اسمه شريط البول لحد الان موجود في المختبرات المريض بياخده على البيت العلبة فيها مثلا عشرين خمسين مئة شريط قدمه ويروح الحمام حط نقطة بول على هذا الشريط ويشوف على نفس العلبة فيه الوان اذا اخضر معناة السكر مية اذا اخضر فاتح معناة تسين اخضر غامج مية وعشر الى اخرين فهي الطريقة انقرضت بعد ما صار فيه اجهزة قياس السكر ادق بكتير من هذه الشرائط رقم اربعة هاي انا نفسي لحكتها تنظيم سرعة السوائل الوريدية باليد كلنا اخذنا في مادة المعادلة اللي هي كي بتحول من ميليليتر بير اور الى دروب بير مينت فزمان ما كان فيه اشي اسمه مايكرو دروبر او دوز فلو ما كان فيه اشي اسمه منظمة السرعة لا يدوي ولا حتى الكتروني فكان الواحد يحسب لازم مثلا بدقيقة ينزل سبت عشر نقطة عشان الخمسمية هذول يخلصوا في كذا ساعة حاليا فيه اشي اسمه انفيوجين بامب بتشبك عليه الفلوود اللي بيدك ايه وبتعطي انه بدي مثلا على ثلاث ساعات على اربع ساعات على ربع ساعة على نص ساعة وبيجيب لك ايها بالثاني رقم خمسة هاي برضو انا لحقتها اللي هي البلبيشن عند قياس الضغط لما تحط جهاز الضغط على مريض جهاز اليدوي تتذكرون كنا نحط سم بلاحظ حالي بحكي نقطة كنا نحط ايدينا على الراديا البلس ونشوف وقت ما يبضى البلس بيكون هذا السيستوليك ووقت ما يوقف بيكون الدياستوليك حاليا اجهزة الضغط كلها الكترونية بتقيس لحالها ولو المرضى الانكونشس او بيكون بالاي سيو بنحط ابريفت شريان بتقيس كل ثاني الضغط بدون ما ترجع لجهازة الضغط اصلا رقم ستة الحلاقة قبل العمليات هاي العادة انقرضت تقريبا على ما اذكر 2009 بلش ينتشر المعلوم الصح ان الحلاقة قبل العمليات ممكن تعمل مايكروونتس او جروح صغيرة جدا لا يمكن انك تشوفها بالعين المجردة لكن هاي بعد العملية ممكن تعملك التهابات وانفكشنز انت في غنى عنها فحاليا صاروا يستخدموا اللي هي الماكينة اللي بتخفف الشعر مش بتحلقه كامل وهاي اسهل واقل وجع وما بتعمل جروح رقم سبعة ميزان الحرارة الزئبقي والجهاز الضغط الزئبقي واي اشي بشتغل على الزئبق حاليا صاروا يستعملوا الاجهزة هاي الكترونية لانه اكتشفوا انه الزئبق سامت جدا جدا على البيئة وحتى لو انكسر اي جهاز في زئبق لازم فيه بروتوكول طويل عريض كيف تتعامل معها وبدك تعمل كنتين للمنطقة وممنوع حدا يمر وتجيب ناس مختصين في تنظيف هاي الاشياء وحكاية طويلة لانه سام جدا على البشر رقم ثمانية معلومة يمكن تصدمك زمان كانوا جبل ما يشيلوا الفولس كاتيتر من المريض كانوا يجسوها بمقص انت عارف انه اخر الفولس في بالون هذا بيعبوا بسائل او بصلاين لما يركبوه فزمان كانوا بدل ما يسحبوا الصلاين هذا من الفولس كانوا يجسوها فيفضى الهواء والسائل منها فيطلعوها في بعض الناس كانوا يجسوا الفولس تدخل لجوه على طول مع ارتداد الضربة وما يعرفوش يشيروها من المريض فتركوا هاي العادة وصار بكل بساطة يفرغوا السائل منها تطلع رقم تسعة هذه كانت في امريكا قبل اكتر من سبعين سنة كانوا لما يصير فيه كلوت او تسكير في الانجي تيوب كانوا يخسلوا بالكوكاكولا هل تعلم؟ مش عارف الكوكاكولا والبيبسي معروف انها بتدوب اي اشي بالدنيا لو عندك صدع على الطرف السيارة صب عليها بيبسي بالدوب فزمان كانوا الانجي تيوب طبعا هو نفسه يستعملوا لنفس المريض شهور او شي لوم المريض يخسلوه ويحطوه بمريض ثاني عادي لما يشيل الانجي تيوب ويلاقي فيه كلوت او فيه اشي نسكره بكل بساطة يظل صب فيه او يدفع بالسرينج كوكاكولا لغاية ما يفتح طبعا حاليا بكل بساطة ارمي ويجيب غيره ما هم كله بلوص دينار هم كانوا يستعملوا الكوكاكولا لانه كانت مادة حمضية بيعتبروها فسهل انها تدوب الكلوتس والاشياء هاي ثم اكتشفوا انها بتأثر على الاتش بي لالتيوب نفسه وهذا بأثر على المعدة فبطلوها الافضل بكل بساطة تعلم زمان كيف كانوا يعالجوا الهارت فيلر الهارت فيلر يتميز بانه السوائل تتحبس فيه اطراف الجسم فبتلاقي الواحد ايدي ورجلين مورمات تعرف التورنيكات اللي بنركب فيه كانولا كانوا يحطوا التورنيكات ساعتين على ايد اليمين ساعتين على ايد الشمال ساعتين على الرجل اليمين ساعتين على رجل الشمال وهكذا يتم السيطرة على السوائل ما كانوش مكتشفين اشي اسمه المدر البول فيما بعد اكتشفوا مدر البول واكتشفوا انه البوزشن ترفع الرجلين بخفف السوائل واكتشف أشياء كثيرة جداً خلتهم في غنى عن هذا الكلام قبل ما يخترعوا الاندو تريكل تيوب كان المريض اللي عنده ريسبيراتروي ديستريس أو صعوبة التنفس كان فيه إشي اسمه جهاز الرئة الحديدية يدخله المريض فيه يقعد بالأسبوع بالأسبوعين هذا الجهاز بيعمل إشي اسمه نيجاتف براشر فينتليتر فهو زي الفنتليتر لكن لما اخترعوا الفنتليتر واخترعوا الاندو تريكل تيوب هذا الجهاز كله التغى فيه ناس لما يكون المريض على تيوب محطوط على فينتليتر بيجي بعمل فلاش بالنورمال صلاين للاندو تريكل تيوب قال إيش بده يعمل له سكشين عشان يعمل الوزنينج أو تذويب للسيكريشن اكتشفوا مع كثير من الأبحاث أنه هاي الطريقة بتخلي البكتيريا اللي في أول تيوب تدخل لجوة وتزيد الانفكشن اللي جوة فبطلوها من السكيلز اللي لاحظتها بنفسي أنا وعملتها بنفسي لأكثر من مريض زمان كانوا يعملوا الإنما برقوط الصابون كان يجي الدكتور يكتب سوب إنما عادي فانت تجيب علبة نورمال صلاين مثلا أو غلوكوز وتحط في نقطتين صابون وتعطيها للمريض إنما صحيح أنه الصابون ما بأثر على الواحد وحتى لو متصوا الجسم مش سام بالنسبة له لكن فيما بعد اكتشفوا أنه بيعمل إريتيشن للأمعاء كما أنه العلم أنتج مليينات أكثر فعالية منه فما فيش داعي له استعمال الـ H2O2 للغيارة على الجروح هذا من الحرب العالمية الثانية يمكن بستعمله الـ H2O2 خصوصا المرض القدم السكري والأشياء اللي زي هيك فهم زمان كانوا مرضة الجروح العميقة زي الديابة كفوت مثلا كانوا يعملوا له قبل الدرسنج غسيل بالـ H2O2 صحيح أنه هذا بذوب المناطق السوداء أو الميتاء واللي عندها نكروزيز بس هذا فيما بعد اكتشفوا أنه بيبوت بعض النسيج السليم برضو فبطلوه زمان من الممارسات الغلط اللي برضو أنا لحكتها وشفتها بعيوني 100 ألف مرة الطفل لما يكون عنده حرارة بيعملوله شوار أو بيعملوله كمدات المي بخلطه معها سبيرتو قال إيش ما هو السبيرتو بيخفف الحرارة أسرع لعلمك طبياً أي إشي بنزل بسرعة برجع يطلع بسرعة يعني أنت نزلت الحرارة بسرعة فيه شي اسمه rebound fever أنه بترجع بتنط فالأحسن أنك تنزل الحرارة على أقل من مهلك كمدات مي عادية لا هي سخنة جداً ولا هي بردة جداً ولا فيها ثلج ولا مخلوط فيها كحول ولا فيها إشي مي عادية زي اللي بتتوضى فيها وتنساش أن الكحول أحياناً بيعمل تهيج للجلد وفيه ناس عندهم حساسية منه لو فيه كمان ممارسات انقرضت مع الزمن أو كنتوا تشوفوها زمان وبطلت اذكروا لي تحت بالتعليقات ولو فيه أي موضوع حابين نتناقش فيه اكتبوا لي تحت بالتعليقات لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لشديدنا أول بول سلام عليكم